بسم الله الرحمن الرحيم معكم السيدالي ياسر عبدالعزيز من قناة السيدالي الغذاء والدواء النهاردة بإذن الله هنبتدي سلسلة مهمة جدا وهنتكلم فيها عن فيتامين دال ده من أهم المواضيع اللي هنتكلم فيها لأن الموضوع بيشغل تقريبا معظم الناس معظم أحاديث الناس عن فيتامين دال حتى معظم الأمراض دلوقتي بقت كل الناس بتربطها فيتامين دال فعايزين نعرف حقيقة الموضوع ده هل فعلا فيتامين دال له الدور الكبير اللي كلنا بنسمحها عنه هل فعلا بيأثر على الأمراض كتير قوي من اللي كلنا بنسمحها عنها ايه جرعات فيتامين دال ايه الحبوب بتاعته ايه الابر بتاعته ايه التحليل اللي بتعامل لفتامين دال ايه الأعراض اللي بنسألها او بنبدأ نشتكي منها علشان نعرف ان احنا عندنا نقص فيتامين دال وازاي نعرف ان احنا عندنا نقص فيتامين دال هنشرح في الأجزاء اللي هنعملها والسلسلة اللي هنعملها ان شاء الله كل ما يخص فيتامين دال من الالف الى الياء فيتامين دال بيتكون في جسم الإنسان بنسبة 90% عن طريق الشمس بمعنى أن تعرض الجسم البشري وتعرض جسم الإنسان للشمس هو المسؤول عن تكوين 90% من احتياج الجسم البشري من فيتامين دال زي ما احنا شايفين الشمس لما بتلامس الجلد بتستخدم الكولوسترول اللي موجود في جسم الإنسان وبتصنع منه فيتامين دال بيبدأ يتخزن في جسم الإنسان وفي الدهون ويدوب في الدهون فيه نوعية فيتامينات بالدوب في الدهون وفيه نوعية فيتامينات بالدوب في المية فيتامين دال من ضمن الفيتامينات اللي بتتخزن والدوب في الدهون بعد كده بيتنقل يروح الكبدي يعاد عليه عشان يتم تنشيطه أو يتحول لشكل نشط الجسم يستفيد به دي خطوة أولى وبعد كده بيروح الكليتين علشان يتم تنشيطه للشكل الثاني أو المنتج النهائي اللي الجسم بيبدأ يستخدمه ويستفيد به طيب هنتعرض قد إيه لأشعة الشمس إيه فترة التعرض إيه الوقت اللي نتعرض فيه لأشعة الشمس كل الأسئلة دي هنعرفها دلوقتي كل الدراسات الحديثة عكس الأديمة تماما لأن الأديمة تماما بتقول أننا نتعرض للشمس علشان نصنع فيتامين ده في الجسم في أول النهار أو آخر النهار كل الدراسات الحديثة بتقول أن التعرض لأشعة الشمس بيكون من 10 الصبح من 9 ونص أو 10 صباحا إلى 3 عصرة وده فترة بسمها فترة منتصف النهار وجدوا بالدراسات والمتابعة لده أنسب وقت الجسم يستغل فيه أشعة الشمس علشان يكون فيتامين دال طيب هنقعد قد إيه في الشمس في الصيف طبعا غير الشتاء نظرا إن في الصيف تكون أشعة الشمس الشديدة وفترة النهار أطول بنحتاج من خمس دقايق لخمستاشر دقيقة فترة الصيف فترة الشتاء طبعا بتزداد شوية التعرض بنحتاج مثلا من 20 إلى 30 دقيقة التعرض لأشعة الشمس لازم من شروط التعرض ده كذا الحاجة احنا نقولهم دلوقتي لازم يكون تعرض مباشر لأشعة الشمس بمعنى إن لازم الشمس تلمس جلدنا تعرض مباشر مثلا تلامس الواجه والزرعين والأرجل إذا فيه إمكانية على حسب المكان أو الظروف بتاعتنا اللي احنا موجودين فيها لازم يكونش فيه حجز بيننا وبين أشعة الشمس يعني ما يكونش فيه إزاز مثلا أو فيه صم بلوك الكريمات اللي بتتحط يعني لازم الشمس تلامس الجلد تلامس مباشر الأطفال والقبار التواصيل بتقول كلهم لازم يتعرضوا لأشعة الشمس تعرض يومي زي ما اتفقنا فترة الصيب من خمس إلى خمساشر دقيقة الناس ما تخافش من الفترة دي الفترة دي غير كافية تماما إنها تهاجي الجلد أو تحسسه أو تخليه يحمره ويحصل فيه التهابات غير لوحد بشرته حساسة جدا والناس اللي بشرته حساسة قوي تبدأ في بداية النهار بتكون الساعة تسعة ونص الساعة عشرة لسه أشعة الشمس ما بقتش عمودية خالص فبالتالي شدة حرارتها بتكون أخفة من الساعة اتناشر مثلا الأطفال زي ما اتفقنا لو لاحزنا جدودنا زمان كانوا بيمسكوا الأطفال بيعودوا قدام البيوت في الشارع بيعرضوا الأطفال ويحطينهم على رجلهم وبيعرضهم لأشعة الشمس وهم مش عارفين السبب يعني كانت بالفترة أو بطبيعتهم كده أنه بيعرضوا الأطفال من صغرهم لأشعة الشمس ده موضوع مهم جدا نهتم بأطفالنا كلنا لأنه ظهر أمراض كتيرة جدا في سنه صغير في الأطفال مرتبطة بنقص فيتامين دال وقلة التعرض لأشعة الشمس بقت الناس كلها دلوقتي قاعدة في البيت معظم اليوم حتى البلاد اللي فيها شمس معظم الوقت الناس كلها قاعدة في التكييف بتستخدم العربيات مفيش حركة في الشارع كتير أو لعب الأطفال زي زمان في أشعة الشمس كتير فبالتالي بدأت تظهر المشكلة بشكل كبير وبدأنا للاحظ نقص فيتامين دال في معظم الناس نمط حياتنا اختلف نقطة مهمة كمان الناس اللي بشرتهم سمراء بيحتاجوا وقت أطول للتعرض من الناس اللي بشرتهم بيضاء يعني ناس أصحاب البشرة السمراء بيحتاجوا مثلا ضعف الوقت للتعرض لأشعة الشمس أكتر من الناس اللي بشرتهم بيضاء آخر نقطة هنتكلم فيها وأن احنا قلنا في بداية حادثنا أن التسعين في المية من الفيتامين دال بيجى عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس طيب العشرة في المية التانية بتيجي منين بتيجي عن طريق الأكل في بعض المأكلات الغنية في فيتامين دال وبتقدم للجسم وكلها مجتمعة كده عشرة في المية من احتياج الجسم البشري من فيتامين دال فبالتالي هتساعدنا في المنظومة كلها لكن الأساس هو التعرض لأشعة الشمس عندنا مثلا زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت ده طبعا علشان نستخدمه بتباع على هيئة شرب في السادرات ده هو شرب أو كابسولات عندنا بقى الأكل السالمون المكاريل المحار التونة الساردين صفار البيض الكبدة منتجات الألبان المدعمة فيتامين دال ودي بنلاقي مكتوبة على علبة بتاعتها كده مضاف عليها أو مدعمة فيتامين دال والمشروب لحد هنا هننهي الجزء الأول إن شاء الله كده عرفنا إزاي فيتامين دال بيتكون في جسم الإنسان ووقت التعرض فيه لأشعة الشمس فترة التعرض لأشعة الشمس وإن الشمس هي المسؤولة الأول والأول عن النسبة الأكبر وهي تسعين في المية من فيتامين دال في جسم الإنسان اعملوا اشتراك في القناة الناس اللي لست مشتركتش وفعلوا جرس التنبيهات بإذن الله توصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات اللي هنعملها وتابعونا في سلسلة فيتامين دال وانشروا الفيديو علشان الناس أكتر تستفيد به